عسيز المشاهد أهلا بيك وسؤال صعب مع الأنبى ماكسيموس أهلا وسهلا وجود نيفتك معاني أهلا بيك جنب الأسيس وأهلا بكل أسئلتك الصعبة هل المسيح لم يعرف خيانة اليهود له مسبقا؟ لا المسيح كان يعرف بكل ما سيأتي عليه وكان عارف أن يهود سيخونه وقال ألستم إثنى عشر اخترتكم وواحد منكم شيطان وقال أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم وهنا يأتي السؤال إذا كان يعلم أنه سيخونه وأنه شيطان فلماذا ضمه إلى تلاميذه؟ الإجابة بتكيف بقى عمق محبة الله اللي بتعطي للإنسان كامل الفرصة أنه يجد طريقه للخلاص ويجد طريقه للحياة بحيث أنه لما بيصر على أنه يخرج برا النور بيبقى ده بقى يعني اختياره اللي محدش ولا الله نفسه يرضى أنه يقتحمه ويمسخ حريته فالمسيح أعطى ليهودها فرصته كاملة شأن وشأن جميع الرسل وأرسله في الإرسالية اللي بعت فيها التلاميذ لآخر دي لحد ما هو جاي مع الناس العصابة اللي جاي تقبض عليه وقبله عندنا في الأدسات القديمة يا سيس فيه واحدة من الأدسات بيقول أن المسيح بعد ما يهوزا قبله قبلة الخيانة المسيح قبله قبلة محبة وقال له أبي قبلة تسلم ابن الإنسان يعني دي مش واضحة في الإنجيل بس واضحة في التاريخ أنه هو إداله ضد قبلة الخيانة قبلة المحبة وقال له أبي قبلة تسلم ابن الإنسان وجذبه إليه وقبله بقبلة المحبة ده موجود في أدس من الأدسات قديمة عندنا ودي بتقول أنه لحد ما بعد الخيانة كمان قذب المحبة عشان لما هلك بقى ده خلاص يعني استنفذ آآ كل أعمال محبة الله شكرا جزيلا وبشكرك عزيزي مشاهد ونتقابل المرة الجاية وسؤال آخر شكرا جزيلا